تعالوا بقى نروح لخبر حلو أسعدنا كلنا مبارح بعد انتهاء من مباراة الأهلي واسموحة وهو فوز رجال يد النادي الأهلي على الزمالك في دور المحترفين من نتيجة 25-24 طبعا واضح من النتيجة أن المباراة كانت فيها ندية قوية جدا كان معتاد بين الأهلي والزمالك والزمالك كان بيحاول في اللحظات الأخيرة أنه يتعادل بعد ما كانت النتيجة 25-22 قدروا يسددوا رميتين ويبقوا 24 خصوصا أنه وقتها كان عندنا اتنين لعيبة واخدين طرد ديتين وطبعا النقص العددي ده ساعد المنافس في تقليص الفارق لكن هنقول الحمد لله استطاعنا أن احنا نفوز بهذا اللقاء والحفاظ على صدارة جدول المسابقة في ختام الدور الأول لها ولينا أكيد اللقاء تاني إن شاء الله مع نادي الزمالك هيكون في الإمارات يوم 9 ديسمبر بمشيئة الله وبإذن الله برضو ينتهي لصالحنا